الديسكريت فلترز عموما هنلاقي عدها two general forms الاولاني اللي هو infinite impulse response filters او كنا بنسميه احنا recursive forms او recursive filters اوكي ده باسيكلي في transfer function بتبقى في الفورمات دي ه بيساوي بي اوف زي على اي اوف زي اوكي برعن بولينامي اوف زي فوق على بولينامي اوف زي تحت اوكي فده في الاخر بيديني infinite impulse response لو احنا فاكرين لما يكون عندنا بي اوف زي على اوف زي لو احنا فاكرين في المثلو بتاعت long division لو بقى سنبوليناميال على بوليناميال في الاخر بيطلع لي infinite number of terms فهيطلع لي h of n من zero غاية infinity اوكي فطبعا هي الاساس بتاعها ان احنا بنسميها infinite impulse response لان h of n بيبقى لها infinite extent اوكي فباسيكلي طالما لها infinite extent يبقى هي infinite impulse response اوكي يعني h of n بتاعتها لها infinite length اوكي فطبعا احنا الكلام ده بيبقى جيلنا اساسا كحل لدفرنسي ايكواجينا بالشكل دا كده لو احنا فاكرين ده اللي كان بيقول لنا ان احنا عندنا y of n function في ال previous values of y عشان كان كنا نقولوا عليها انها recursive function اوكي بلاس طبعا ال present and previous values of x of n اوكي ده طبعا ده النول اولاني من الف من من discrete filters ترجمة نانسي قنقر